جملة من الإجراءات الجديدة أقرها رئيس الجمهورية في اجتماع تكميلي للذين عقد يوم السابع عشر من مارس الماضي حول تفشي وباء كورونا وحضر الاجتماع كل من الوزير الأول وعددا من الوزراء والمصالح الأمنية حيث تم اتخاذ القرارات التالية تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار تسريح خمسين بالمئة من الموظفين مع الاحتفاظ برواتبهم وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية كانت أو الخاصة كما يشمل قرار الخطوط داخل المدن وبين الولايات وحركة القطارات غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية تكليف وزارة الداخلية ووزارتي التجارة والفلاحة بتعقب المضاربين تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة بلجنة علمية لمتابعة وباء فيروس كورونا تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة في المقابل سيتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذ يصدر عن الوزير الأول رئيس الجمهورية دعا أيضا المواطنين إلى الحد من التنقل داخل الأحياء وأمر مصالح الأمن بالتشدد مع أي تجمع أو مسيرة كانت تهدد سلامة المواطنين تطبيق هذه الإجراءات يكون ابتداء من الأحد المقبل على الساعة الواحدة صباحا وتبقى هذه القرارات سرية المفعول إلى غاية الرابع من أبريل القادم ويمكن رفعها أو تمديدها حسب الوضع ترجمة نانسي قنقر